الى الكويت حيث قضت محكمة كويتية الاثنين الماضي بحبس مغرد كويتي على خلفية إدانته بالعيبة بالذات الإماراتية عبر تغريدات نسبت إليه على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الحكم نهائي غير قابل للطعن حسب مصادر قضائية كويتية ذكرت أن محكمة التمييز الكويتية قضت بسجن صجر الحشاش لمدة سنة وثمانية أشهر في قضية اتهامه بالطعن علنا في حقوق الأمير وسلطاته والعيب بذاته من خلال تغريدات على حسابه في تويتر محكمة الجنايات الكويتية قد قضت في مايو أيار من عام 2013 ببراءة الحشاش من التهمة وفي العاشر من يوليو من العام 2013 أيدت محكمة الاستئناف البراءة قبل أن تطعن النيابة العامة على الحكم لتنظر فيه نهائيا محكمة التمييز معي للحديث حول هذه الأحكام الأمين سر لجنة الكويتيين البدون الناشط الحقيقي نواف سيد نواف البدر كيف تنظرون لهذه الأحكام التي يبدو أنها في البداية قضت بالبراءة على هذا الناشط الكويتي ثم بعد ذلك محكمة التمييز أتت لتثبت حكما كان قضاة كويتيون رأوا فيه رأي آخر في البداية المغرد والناشط الكويتي الشاب وهو من أبرز سباب الحراكة المعارض في كويت صقر الحشاش هناك محكمة الدرجة الأولى تمت تبرئته وفي محكمة الاستئناف تمت إدانة صقر الحشاش وتم إداعه في السجن المركزي ولكن خرج بعفو من سمو الأمير عفو أميري عنه وعن بعض الناشطين الذين تم دعنتهم في قضية المساس في الزاة الأميرية والآية الصراحية في سمو الأمير صقر الحشاش خرج من السجن بعفو أميري عن هذه القضية ولكن محكمة التمييز وإحنا لدينا درجات التقاضي ثلاثة في الكويت وهو ابتدائي والتناف وتمييز وهي أخر درجات التقاضي تمت قضت في إدانة في السجن سنة وثمانية أشهر في العيف ذات الأميرية ولكن قرأت تصريحات لمحامين الناشط صقر الحشاش عن أن العفو الأميري ربما يحصنه أو يحميه من هذه ولكن هل يمكن أن يكون لذلك علاقة كما رأى بعض الحقوقيين بحبس النأب الكويتي البرلماني صالح المل احتياطيا بسبب أيضا تغريدة له على موقع تويتر انتقد فيها دعم الكويت للسلطات في مصر هل يمكن أن يكون هناك أي ترابط بين هذه الأحكام كرسائل تريد السلطات الكويتية إرسالها؟ هي رسائل ضد الحريات رسائل تكميم الله بشكل عام يعني موضوع النأب السابق وهو عضو المنبر الديمقراطي الكويتي صالح المل قضيته أخرى مختلفة تماما يعني لا أجد رابط لها نظر لصدور الحكم ضد صقر الحشاش قبل حبس صالح المل ظهر اليوم قرار حبسه احتياطيا صالح المل تكلم عن لم يهاجم السلطات المصرية أو شيء ولكن لم يرحب في زيارة الرئيس السيسي ورفض أن تقوم الكويت بدفع مبالغ دعم للحكومة المصرية أو الرئيس عبد الفتاح السيسي ووجهها انتقادات حد ووجه خطابه مباشرة إلى سمو الأمير مما يعني دعا سلطات الوزارة الداخلية إلى توجيه تهم أم دولة في الآميرية والمساس به والقضية يعني ما أثر غضب الجميع أن مبررات الحفظ الاحتياطي هي واضحة في نصوص القانون إن كان يخشى على تأثير يخشى من هروب الشخص المطلوب أو التأثير على سير مجريات القضية وإذا نسألك نفس السؤال هل هناك أي رسائل من خلال هذا الاعتقال لأنها بالكويتي لمن ينتقد السلطات المصرية بالعموم وما جرى في مصر من انقلاب لا يعني في الكويت يمكننا الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي يجد فيها الكويتين أو المعارضة الكويتية يوجهوا انتقادات حادة جدا 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 إلى السلطات المصرية وسلطات الانقلاب في مصر ولكن هذا التهم الموجهة إلى صالح الملة لا تتعرض في ليس لها ارتباط في الكيانة المصرية ولكن هي وجهت لها أنها تعدى على سمو الأمير وأساء له كما تنظر الجهات للدعاء ولكن نأمل أن يتم الأفراج عنه لأنه لا يوجد مبرر منطقي وقانوني لحبسه احتياطيا علما أنه ذهب بنفسه وتلم نفسه واليخشع على تأثير على مجرد الثالث القضية ولكن هي رشالة كما شرط إلى الشارع الكويتي وكما نقول هي للأسف تكميم أفواه وقمع الحريات والآراء الحر أشكرك الناشط الحقيقي الكويتي نواف البدر شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة